الكلام لسه مستمر طبعا في فقرتنا الرياضية هنتكلم دلوقتي عن فوز النادي الاهلي على اسموحة بثلاث أهداف مقابل هدف ووصوله للمباراة النهائية اللي هيوجه فيها نادي بيراميدز على لقب كاس مصر في المباراة لشهدت مشاركة محمود عبد المنعم كهرباء بعد فترة إيقاف طويلة وكلام كتير بيخص هذه المباراة وأيضا مباراة ليفر بول ضد وولفر هامتون في كاس لاتحاد الإنجليزي نتكلم كل هذه التفاصيل مع ضفنا الناقد الرياضي حازم صلاح الدين سبع الخير عليك يا سيد حازم سبع الخير يا أهلا بك أهلا بك هل أهلي الدوري غير أهلي كاس هو التاريخيا الأهلي في الدوري أفضل دائما يعني دائما بيعتبر بطولة الكاس بس هي السنة دي بقاله ثلاث سنين بيوصل لنهاية الكاس فهو التاريخيا الأهلي بيهتمل بطولة الدوري أكتر من الكاس ورغم ذلك هو الأقصى تتويجا ببطولة كاس مصر عنده سبعة وثلاثين بطولة مقابل تمانية وعشرين بطولة للزاماركي يعني حتى في خلال الخمسة سنة الأخيرة الزامارك بيأخذ الكاس أكتر من الأهلي بس الأهلي يعني بطولة الكاس دي بتاع موسم عشرين واحد عشرين عشرين وعشرين وعشرين وموسم ده الأهلي ما خادش خرج ما خادش الدوري وما خادش بطولة أفريقيا ففضله بطولة الكاس فهو نفسي بقى ياخد الموسم ده مش طالع الزامارك واخد الدوري وكاس لأهو عايز يكسر فكرة إن الزامارك واخد دوري وياخد الدوري وكاس زي الموسم اللي قبل فهو مركز في بطولة الكاس المرة دي عشان ياخد بطولة الكاس وخصوصاً الكاس الأخير خسره قدام الزامارك فهو برضه كان عايز عود فده كان حافز جامع جداً إنهو يركز بطولة الكاس وكمان جي الحافز إن الأهل الزامار الخسر قدام بيرامد فأصبح كده الفرصة أكبر إنهو إيه إنهو فرصة إن ياخدوا الكاس أكتر من الموسم اللي فات طيب عايزين نرجع مع حضرك لمبارات مبارح والاستراتيجية لكل اللعب بيها مبارح وإنه يخلص المطش بدري بدري تلات الجوان في الشوت الأولاني شفت ده زي مبارح هو ده طبعاً سيناريو ما كانش متوقعه طبعاً أكيد يعني خصوصاً المطش الأخير ما بين قدام سموحة انتهى بالتعادل وكان جيم دفاعي جامد من سموحه كان ده متوقع برضو إنه يبقى نفس الفكرة النطار العاشر معروف إنه بيلعب جيم دفاعي فكان متوقع إنهو بقى فالهدف اللي جي بدري سهل المهمة شوية جداً للكولر يعني فسهل المهمة فأجي له هدف التاني بعدها فخلاص الجيم انتهى فخلاص بسموحه ما بقاش عنده عنده أي حقق خلاص الجيم قرب للأهل أكتر فده سهل المهمة أكتر فمشي السيناريو كده بتدليل الشوط التاني قرار ابتدى يرايح يجرب الصفقات الجديدة بقى ويرايح العيبة خلاص الجيم انتهى من الشوط الأولاني فابتدى الشوط التاني يجرب بقى الصفقات الجديدة زي كريستو ومروان عطية وخالد طالت عشان يدوم برضو حساسية المباريات فصوصاً هو جاي بقى عنده بطول الكهس العالم للأندية من أول فبراير لحد 11 فبراير فعنده ده هدف كبير فلازم يجهز كل الصفقات تبقى جهز عشان اللي يستعين بيوم في بطولة كاسل عاملاً ده وكمان عنده مطش مهم جداً مطش الكمة مع الزمالك يوم السبتة في الدوري وده مطش يعني هيبقى محوري في بطولة الدوري استنادي جداً نتكلم عنه طبعاً لكن خلال نتكلم عن نزول محمود عبد المنم كهربا بعد فترة كبيرة من الإقاف آخر مباراة لعبها كانت في مايو اللي فات ففترة كبيرة قوي من الإقاف اعتماد مارسل كولر عليه في هذه المباراة وانه كمان ينزله مهاجم وده مركز هو ما بيلعبوش فهل شايف ان كان اختياره او الاعتماد عليه كان اختيار موفق هو بالفعل كرأس حربة طبعاً هو بالفعل ادى الاداء اللي المطلوب بس هل كان فيه تخوف من نزوله؟ هو صحيح دائما بتفقيني انه كولر حتى من تصرحاته في الفترة الاخيرة عنده مشكلة اساسية في المهاجم هو قتال اقل ده في مؤتمر صحيح جزا مرة انه هو عنده مش عاد ما عندهش مهاجم يعني هو فيه مهاجمين بس هو مش مقتنع باداءهم من الفترة الاخيرة وفرص كتير بضيئة محمد شريف يعني حتى كل مطلوب بيجرب مرة محمد شريف مرة شهاد احسين مرة بيرسي تاو قبل ما اتعرض للاصابة فهو عنده مشكلة في الجزئية دي وهو الاهلي بسابق الزمن عشان الخاطر يجيب مهاجم افريقي قبل كاس العالم الاندية في الملكاتو الشيطوي الحالي فبسابق زيب هو عنده مشكلة فهو طول الفترة اللي فادت قهرابا معاه في التدريبات وبيجربه وهو مقتنع بقهرابا جداً يعني هو مقتنع بيه كالعيب وكان من ضمن الحاجات العمال يقول لا انا عايز وعايز اقارابا عايز مستاني بفارغ صبر اللقافة انتهي او دفع الغرامة العالية عشان يبدأ يلعب فهو اللقافة انتهى يوم 11 يناير رسمي بس الاهلي ملعبش كهربة كان متخوف الاهلي بقدم يلعب كهربة كان عايز مستند رسمي من اتحاد الكرة عبر الفيفا انه خلاص فعلا لا انه هو متاح قانونيا عشان يبقى نفيش مشكلة انه كده 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 بيجهز شكوى جديدة انه زمالك لما يتحصل حتى الان على كيمة الغرامة فالزمالك عمل شكوى جديدة هيتم النظر فيها وحاسم موقف كهربة الفترة اللي جاي تانى هل هيتوقف ولا هل هيتحدد معاد المحدد يسدد القرامة على حسب قرار المحكمة الدولية فنرجح تاني نقول لكولر لا هو كان عايز يشوف كهربة وطبعا هو جربه مهاجم لانه هو مش مقتنع بادا المهاجمين اللي موجودين حاليا في النادي الاهلي فجرب كهربة وكهربة زي ما حضرتك قلت لا قده كويس وعمل اتنين اسست ان بيارح وجاب هدف فرغم ان هو الغياب الغيابي كبير كان على قدر كبير من اللياقة يعني كأنه ما كانتش بقي له فترة ما هو لا هو لسه اللياقة طبعا لا لسه طبعا لا بتتكلم ان هو اكتر من سنة ما بيلعبش مع الاهلي هو خد تجربة شوية في تركيا مع هاتايز بول التركي وبعدين رجع تانى ومن ساعت عشان اللي يقاف ما بيلعبش يا ازوء بقى لخمسمائة داخل على خمسمائة يوم لكن الكلام الكتير خلى عنده الدوافع ان هو ينزل ياكل ملعب زي ما بنقول اه طبعا دوافع وطالين هو غيره في الشوط التانى مش مش فكرة لا عشان برضو اللياقة لسه برضو مش مش فت قوي فطبعا هو هيغيره مش هيكمل المبارات تستعين دقيقة يعني بس فقهرابة لا يعني ادى ادى وهو قهرابة بالنسبة طبعا يعني موهبة كبيرة جدا يعني فيه الجيل بتاع كهرابة ده هو وصالح جمعة ده كان جيل قوي جدا بس في مشاكل عندهم دايما المشاكل مترضاهم فده عطى القهرابة كتير يعني القهرابة لو تركيز بس في الملعب وكان مركز في الملعب لا كان زمانه في حتة تانية يعني احنا دايما فيه مواهب عندنا زيه زي شيكبالة زي فيه مواهب عندنا كده بس الظريف المحيطة سعاب بتتعطى لهم وهم هو حتى نفسه في موقف كده برضو المشاكل الزمالك وبعد كده اساب الزمالك وراح الاهلي فده عمله ازمة كبيرة طيب حضاري كنت بتكلم عن الصفاقات الجديدة واحنا قلاص يعني اقل من شهر على بطولة كاس العلم الاندية اللي بيشارك فيها النادي الاهل المصر شوفت مبارح ازاي الصفاقات الجديدة واحد واحد كده انا هنتكلم على مشاركتهم وراوان عطية وكريستو شوفت مشاركتهم ازاي في المباراة يعني كتقييم اولي هو طبعا ويعني صعبا احنا نقيمهم دلوقتي هما لسه يعني اللعبه نصف ساعة تقريبا فلسه صعبا هو يتقيمه دلوقتي بس يعني هما بيبان يعني مثلا كريستو اللعب التونسي لا في واضح من هو عنده لمسة كويسة وجريء رغم الصغر سنه وجريء بالكورة ويروح وبيهاجم فالبوادر بتقول ان هو يعني صفكه هتبقى كويسة لو استمر على نفس الاداء والتزام وتكتيكي ولعب وخد فرص محتاج عشان نحكم عليه ياخد فرص كتير عشان نحكم عليك بس هو واضح من البداية ان هو لمسته كويسة مروان عطية كان متقلق في الاتحاد جدا فجاي عشان يبقى بديل عمر صليا ومبارح كان عمره صليا غايب للاصابة فطبعا هو اعتمد طبعا على حمدي وحمدي فتحي وإليا دوينج فطبع صعب ان يدى فرصة المروان عطية على طول فالداله مشهور تاني لا كان نازل برضو عنده جرأة وعنده جرأة لللاعب وواخد بس لسه طبعا لسه اللعب مع الجامل مع اللي جنبه محتاج ايه محتاج وقت بالنسبة لخالد لا الوقت ما اصعفوش يسا ما داش نحكم اوي برضو في الباكليمين خصوصا ان محمد هاني كان برضو المبارح لعب مطش كويس وكان هاني الفترة دي ابتدى يستعيد الثقة بعد غياب كبير جدا هو رجع طبعا بعد اصابة اكرم وبعده كريم فؤاد بالصليبي فهاني لا الفترة يعني المطش ده والمطش اللي قبله لا ابتدى نسبيا بيستعيد ثقته في نفسه ومستوى تدريجيا يعني صحي طيب سويس حازم فيه لعيبة كتيرة لما بتيجي نادي الاهلي بتاخد وقت على ما تتأقلم مع النادي تاخد فترة كبيرة في منهم اللي الادارة بتصبر عليه وفي منهم اللي الادارة بتشوف ان هو ايه مش موفق فبتستبعده ولعننا طبعا نفتكر تجربة بلافيو اكيد حضرتك فاكر التجربة هل اليو ديانج بيكرر نفس التجربة؟ لا اليو ديانج بقاله فترة كده متقلق يعني بقاله فترة فايق لا اليو ديانج لأ العيب في خط الوسط لأ جامل جدا طبعا والفترة الاخيرة بيشيل ساعات وخط الوسط الواحده يعني ما بيحصل اصابة مثلا الحمد الفتحة طلع امبارح قبل كده مع عمر السلاء بيصاب لا وهو بيبقى وساعات المظروف الحمد الفتحي كمان مبارح عمل ماتش مختلفة اه لا والظروف ساعات بتجبر المدرب لما يكون مسلا الاهلي متعادل مسلا فبيضطر ان يشيل واحد من جامه فكرة اللي بيبدأ يقولك العاشية العمر السلاء يشيل الحمد الفتحي ويسيب اليو ديانج لانه الي اقتروا البدانية كويسة جدا وده اهم حاجة اللي بساعدها بفرقها جامل انه الي اقتروا البدانية بساعدها جدا هو الفترة اخيرا متقلق جدا يعني مع الاهلي طب الاستعداد لمباراة القمة بقى شايف ازاي في ظل كل هذه الاجواء مباراة القمة السبت المقبل هي طبعا مباراة القمة دي بيبقى لها حسابات مختلفة جدا عن اي مباراة تانية يعني احنا شايفين الفترة دي الفترة دي الزمالك مستوام ومتراجعم ازاي الفترة السنة اللي فاتت تحديدا يعني السنة دي لأ مستوى الزمالك متزبزب جدا يعني النتائج بدلي احنا مساعد ما بدعنا السنة الجديدة اربع مطشات ماكسبش ولا مطش خسر مطشين وتعادل مطشين وخسر كاسماس بطلطل هو البطل بتاع خسر من بيرامز وطلع من كاسماس بالنسبة للاهلي لأ مستوى افضل للفترة دي بس طبعا نرجع نقول لأ مطش الكمة دي حسابات تانية اه لأ ممكن يكون فريق فيق ومتماسك ومنسجم ومحقق انتصارات خلال اخر مباراة تخذها لكن في نفس الوقت بيحصل ساعات ان الدنيا بتتقلب والفريق التاني اللي مش مستقر اكيد للأداء ومش افضل حاجة بيفوز في نهاية المباراة اكيد اكيد هو بتبقى حسب حالة اللعيبة في اليوم ده وحالة التشكيل وحالة المدرين الفنيين وحالة المدرين الفنيين واللعيبة في اليوم ده حسب الحالة الفنية بتاعة اللعيبة نفسها والحافز بقى الاكبر هو اللي بيحسم طبعا المدش ده متواقع ان يكون مدش كبير جدا متواقع جامد جدا الانان عندهم حافز جامد الان اللي عنده حافز لا ان المدش ده بنسبة كبيرة لو كسبه هيحسم بنسبة كبيرة خلاص يبقى الدوري بيقرب منه تاني حاجة ان ده ان حافز ده قبل كاس العلم للاندية برايح كاس العلم للاندية هو عنده نشوة المصارة على الزمالك وجاهز بال البطولة ازا مالك نفس الفكرة ده بنسبة له عنق الزجاجة ازا ما بيقوله ان ده اللي رجعه للجيم تاني للمنافسة بقوة تاني وصلا الفرد اللي هو ده خمس نقط لو خسر المطش ده هيبقى فرق تمانية فهو لا لو كسب المطش ده هيرجع خلاص فرق نقطتين فيبقى الفرق يع خلاص يعني رجع للمنافسة تاني فالحافز هو اللي هيلعب اللي هيلعب الدور الجامع الأقوى في حسم المباراة اللي عنده الحافز الأكتر هو اللي هيقدر ان شاء الله يحسم النتيجة المباراة شكرا لك احنا متفقين انها مباراة بدون توقعات وما فيش فيها افضل خلينا نروح مع حضرتك لليفر بول وتراجع مستوى الريفر بول شايف ازاي الموضوع ده وهل ده ممكن يخلي صلاح يفكر في رحيل عن ليفر بول هو طبعا الريفر بول السنة ده مستوي غير خالص ده بسبب انه مبدئيا كده ما فيش صفقات اتعاملت في المركات واللي فات لليفر بول تساعد الفريق وكمان خسره المهاجم الساديوماني السنغالي ده فرق معهم جامل جدا في اللجوم خصوصا التركيبة اللي كانت في الخط اللجومة بين صلاح وساديوماني وفرمانيو لأ كانت السلاسة ده كان عاملين حالة هجومية في ليفر بول قوية جدا فجاء السلاسة ده خلاص اتفرق يعني ساديوماني راح فرمانيو مستوى شوية مزبزب فصلاح مستوى كويس ماشي بس برضو الفريق كحالة والدفاع برضو عندهم مشكلة جدا وخط الوسط كان لازم تدعيم جدا في خط الوسط فده فرق جدا تدعمات هي السبب الاساسي في تراجع ليفر بول الموسم ده خالص فاسا فكانوا مستقنين في المركات وداني بفيتها داناتها اكتر بس هو يرجن كلوب قال مش قدرت الوقتي ان انا دعم دلوقتي حتى مش قدرت دعم هوا يسا بستقنوا في الصيف هو كيه بالنسبة لهم الموسم ده كدور انجليز خلاص موضوع شبه محصوم بالنسبة لهم يعني هوا بس عندهم دور الابطار ممكن بالتركيز عليها اكتر بالنسبة للدولة انجليزة خلاص الموضوع محصوم بالنسبة للقصة بقى صلاح لا اعتقد لسه بقدري اول ان هو فكرة ان هو كان لسه مجدد معاهم فلسه مش 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 محصومة وكمان فيه ليفر بول احتمال بالنسبة كبيرة يتباع فلسه فيه مستثمرين جداد فلسه الموضوع مش بنسبة لصلاح لا مش واضح يعني واعتقد ان صلاح لو لا مستمر يعني لو كان عايز يمشي ما كانش جدد وكان مشي قبل قبل نهاية عقده يعني مع نهاية عقده دا بنشكر الناقد رياضي لأساس حازم صلاح الدين اللي كان منوارنا وكنا نتكلم طبعا عن مباراة الاهلي وفي الكاس وكمان مباراة الاهلي القادمة يوم السابت القادم ان شاء الله مع زمالك شكرا جزيلا لحضرتك شرفتان ونواتن شكرا جزيلا يا غن